بداية المساء الخير لكم ولي قناتكم الكريم ولكل أبناء سوريا الأحرار بخصوص هذا اللقاء الذي جرى بين أبو الشقرة وبين ما يسمى برئيس الاتلاف لأن هذا اللقاء هو طبيعي لأنهم كلهم يمثلون الحالة الأرهابية في سوريا وإتماءهم في أحضان تركية هذا لم نراه جديدا من هؤلاء الأشخاص الذين باعوا سوريا بكل أشكالها مع كل أسف والآن هم لم يترأسوا حكومة انتقالية أو اثلاف سياسي بسوريا بل يترأسون حكومة إرهاب وقتل وتوزيع الفصائل السورية والكهانهم بيد تركية هذا الأمر ليس جديدا من أسفل هؤلاء لأنهم لم يدركوا ما معنى الوطنية التي نستطيع من خلالها أن نحل الأزمة السورية ولم يدركوا الحوار ما بين أبناء سوريا بل أدركوا وضعوا كل هذه الفترة لأن السلاح هو المخلص الأساسي لهم لكننا رأينا إلى الآن وهم يمارسون السلاح في كل الدول وأصبحوا متزقة بأيدي تركية سارة في ليبيا وأخرى في أذربيجان وهل سنراهم في مراحل أخرى هم في يمن أم في العراق أم في مكامات أخرى مع كل أسف أكرر وأطوف أؤلاء ما يحصل منهم الآن هو أمر طبيعي بالنسبة لهم لكن بالنسبة لنا هم قتلة وسيبقون قتلة ومشتركين في بيماء الشعب السوري وخاصة الشهيدة هيفرين خلق ونراه الآن يجلس بجانبه وقبل فترة أيضا مع المسطوط وغيره من القيادين السياسيين السوريين سيد إبراهيم هذا اللقاء إلى أي درجة يكشف ويسلط الضوء على الترابط والصلة بين هذا القيان السياسي والإرهابيين لا شك هذا الترابط أصلا من يعزز الائتلاف وموقعه السياسي هذه الفصائل الإرهابية التي أعطت شرعي للائتلاف لكي تقبله التركية وإلاه لم يكن مقبولا بالإحساس في بقية في الحالة الوطنية أو في الحالة السياسية هؤلاء هم الذين يدعمون الائتلاف ويبقون ضمن الدائرة التركية هؤلاء يعززون دور الائتلاف بالنسبة لتركيا لكنهم هل يستطيعون أن يحضروا المثلة السورية أم لا ما رأيناه على مدى 9 سنوات أو 10 سنوات سنبدأ في العام العاشر لم يحرقوا ساكنا بل قتلوا أبناء سوريا والآن وصل عدد الشهداء أو القتلة في سوريا ما يتجاوز المليون وتشريد أكثر من 10 أو 13 مليون من أبناء سوريا فيهن نازح ومشرط طيب أستاذ إبراهيم أيضا كيف يمكن استثمار هذا اللقاء مع الارهابيين بين الحرير والارهابيين خاصة أن القتلة هفرين خلاف تم تصليط ضوء عليهم بأنهم مرتكبي جراء محارب خلال تقارير أممية تتحدث عن ذلك إذن نصر حاليا نشارك في بعض المحافل الدولية كيف يمكن تصليط على هذه النقطة لقائه مع الارهابيين الله هذا الأمر نحن قبل طلبنا ولازم نطالب من الجنايات الدولية بمحاكمة الحكومة التركية ووزيرها الدفاع والدوجان لا شك نحن نطالب أعظم بأن هؤلاء يعرفون إلى المحكمة مثل رئيس الإتلاف أو غيره لما يجبس إلى هؤلاء ويريد أن يقول للعالم ويريد أن يقول لأبناء سوريا نعم نحن نوالي هؤلاء ونحن نؤذرهم بأي عمل يقومون به إن كان في عفرين أو في رأس العلم أو في أي مكان آخر حقيقة يجب أن يتحولون إلى المحاكم الجنائية الدولية ويعتبرون بأنهم مجرمي حرب كان رئيس الإتلاف السوري أو غيره من الحكومة التركية وعلى رأسها الرئيس التركيس رجل طيب أردوجان ووزير دفاعه وأيضا هذه الفصائل وأيضا هذا أبو شقر وخيره من الذين اشتركوا في مختل الشهيدة الرقيق أهدفين وأيضا قتلوا كثير من أبناء سوريا وهم نصنفهم الآن ويجب أن نصنفهم المجتمع الدولي بأنهم مجرمي حرب رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم قفطان أشكرك جزيلة شكر كنت معنا مباشرة من منبج